تقريباً حسبة اللي كلاس 2 كومزت يا دكتور حسبة اللي كلاس 2 اتكلف السلام عليكم ورحمة الله حلقة جديدة من العالم بودكاست اليوم زي ما عودتكم ضيف مميز دي ما نجيب لكم في الضيوف مميزين ضيفنا مميز جداً جداً مميز في حاجة مفيش منها هلبة في مجال طب الأسنان أنا شخصية منع فشلة هو اللي مهتم بالحاجة هادي مميز جداً في التصويق وإدارة الأعمال معانا رائد الأعمال الدكتور معتز مسعودي رب يحفظك دكتور معتزها نسنا ممارك الله فيك كلام كبير اللي قلتها دكتور طهر ممارك الله فيك سعادة جداً موجودك معنا اليوم أنا أقل منك يا عزيزي وأني سعيد جداً جداً أني نعمت واجدة معاك ورحب بيك ورحب بكل زملائنا اللي ممارك الله فيك كتور معتز إن شاء الله اليوم نبقوا نتكلم عن مسيرتك أنت في مجالك أو في رحلتك العملية ونحاوله عن طريق المسيرة هادي أن تعطينا هتس باش تستفيد كل الفئات اللي مهتمة بالمحترم بتاعنا سواء طلبة خرجين جدد تكاتر ممارسين أصحاب عيادات كل الفئات هادي نبوهم يستفيدوا اليوم إن شاء الله معنا إن شاء الله دكتور معتز أم تتخرج دكتور معتز؟ أنا تتخرجت يا عزيزي تتخرجت في دفعة 2009-2010 يعني كانت على الورق مكتوب في الشهادة 2009 لكن حقيقة إن إحنا تخرجنا في سنة 2010-2010 في المرحلة إحنا كانت إحنا كنا أول ناس خشينا لكلية جديدة اللي هي في صلاح الدين حاليا إحنا قرينا السنة الأولى كانت في السيدي وتسكرت علينا دفعتنا وبعدين قرينا سنة ثانية كانت في كلية الطب البشري سنة ثالثة ورابعة قريناها في كلية ابن المنظور في صلاح الدين إحنا نعتبره أول دفعة تخرجنا من الكلية آخر دفعة طلعنا من السيدي وأول دفعة تخرجنا من كلية صلاح الدين طلعت من كلية وتخش لمحة الامتياز وكذا كل هالفترة عادي كلا تتبشي لي مصر قبل ما تمشي لمصر كان عندك أي ميول بالحاجات المهتم بها حاليا أو ما كنتش تفكر فيها أو ما كنتش تعرفها أساسا أبدا كنت تفكيري كلها كان في طب الأسنان العملي يعني الجانب التقني البحث وحتى لما مشيت عني غادي يعني بدأت في الامتياز على طول يعني فانتني يعني إحنا ما بدنا ما درتش أي أكشن هنا طلعت طول لمصر كنا من أول الناس اللي في الدفعة طلعت لمصر اتجهت على طول مباشرة لجامعة المنصورة بدأت امتياز غادي في جامعة المنصورة تقريبا استمرت من 8 إلى 9 شهور وقبل ما نرجع لليبيا قبل ما نرجحت إليبيا وتيحت لنا فرصة أو بالأحرى وشيعة إن اللي بيخش بيسجل في الماجستير في أحد الجامعات المعتمدة في مصر خالي الدول هي الجامعات اللي تبع للقبرمنت تبع الحكومة المصرية هي الحكومة المصرية إن الكلية هي سفارة ليبية في مصر كانت حتى تتكفل هي بتكاليف أو رسوم الماجستير فحنا استغلينا الفرصة وفعلا وسجلنا وهنا هذي نبي أول نقطة أو أول هنت أنت طلبت مني الهنت أنين ننوح عليها أن نراه الفرصة قد لا تأتي مرتين صح فمهما كانت الفرصة اللي قدامك صغيرة مهما كانت الفرصة اللي قدامك صغيرة حاول أنك أنت تستغل لها قدر الإمكان قد لا تعوض وقد أنت تشوف فيها حاجة بسيطة لكنها في مرات تكون لك مستقب لك أو تغير لك حياتك أو تفتح لك آفاق أنت ما كنتش تفكر فيها أبدا 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 تمام باي دكتور ما تزد تميت الامتياز نعم وبدأت قصة قصة الماجستير بديت سجلت الماجستير أنا نعرف المعلومة هذه نعرف أن أنت خريش ماجستير تخصك دنت الماتيريا كيف جدت القصة هذه فهمنا أول شي أنا ما كنتش دنت الماتيريا أنا ما كنتش دنت الماتيريا نقول لك القصة القصة أول ما سجلت كان تسجيل كان سجلت في قسم الأبرتف في قسم هو اسمان غادي قسم الأبرتف اللي هو يجمع التخصصات الثلاثة اللي هي الفيكسد كراون كراون وكانت معاها الإندو وكان معاها الكنزيرباتف أنا لأني كنت نحب الإندو طبعا أنا كنت نحب الإندو نحب الإندو مش لي أني طلعت من كلية نحب الإندو ولكن أتلاقيت مع أشخاص أصدقاء نحييهم من اليوم إلى اليوم هم أصدقائي الدكتور محمد محمود من مصر والدكتور علاش شابلي هم كانوا أخصيين إندو في جامعة المنصورة تحية لهم تحية لهم وتحية لهم كبيرة جدا جدا وليهم فضل كبيرة علي جدا ومن بركة العلم نسبة لأهله هم الناس هدم خلوني نحب الإندو وكنت أنا شغوف جدا جدا بالإندو فسجلت في قسم في قسم الأبرتب لكن للأسف هذا الوقت كان كاش متاح أنا كنت سجل إندو سجلت كراون بعد ما سجلت وتميت التسجيل متاعي وهو التسجيل المبدئي في قسم الكراون للأسف الوعود اللي كانت بدفع الرسوم للكلية استمرت فقط لسنة واحدة فقط دفع لكم سنة واحدة دفعني سنة واحدة طبعا السنة الأولى أنت تقرأها سنة عامة في الماجستير بارت وون هذا البارت وون دفعوا البارت وون ولكن ما استمروش في دفع باقي المصاريف تأخروا فيها فأني رجعت زملائي فيه زملائي استمروا فدفعوا من عندهم لكن أنا ما كانتش عندي الإمكانية فرجعت رجعت لليبيا وبديت اشتغلت بديت تقريبا قعدت في ليبيا استمرت يعني كملت البارت وون ورجعت كملت البارت وون ورجعت رجعت في 2012 أول يوم لي خدمة في العيادة كان يوم 24-12 نتكر فيه لليوم يوم 24-12 في مصحة يشفين استقبلني الدكتور وسامة بارك الله فيه حتى هو نوجه له تحية قعدت نخدم في العيادة تقريبا من تقريبا أقل من سنة أقل من سنة وبعدين طلعت إشاعة أخرى إننا راهوا ورجعوا وبيدفعوا علينا المصاريف لما طلعت الإشاعة هذه وزي ما قلت هنا لازم تستغل الفرصة فأني رجعت رجعت لكن اصدامت إنه هو الأمر مصارش منها يعني ما فيش أي دفع للرسوم في هذه اللحظة أنا كنت اشتغلت فترة لباس بها كنت أنا حاليا نقدر ممكن نسجل كنت نقدر نسجل ففعلا سجلت واستمرت لكن لما مشيت لقسم الكراون المشرفة منتعي طبعا لكل طالب ليه مشرف مشرف يشرف على الرسالة اللي بيقدمها الباحث للأسف لقيتها اعتذر عني اعتذر عني يعني قال الطالب هذا طالما أنه انقطع طول الفترة هذه فأني مش حنكون مشرف عليه للأسف يعني أصبت بإحباط كبير أصبت بإحباط كبير جدا جدا حولت أني بقدر الإمكان نغير المشرف لكن ما فيش أي حد فيه كان قسم الكراون يقبل حولت أني نحول أحد الأقسام الثانية هي البريو كانوا الجراحة تقريبا نفس الشي كانت كل الأقسام مغفلة كان القسم الوحيد المفتوح اللي هو دينت المتيري ولم يكن أبدا أحد من الدارسين الأجانب فيه سواليبيين أو غير ليبيين ما كانش فيه أحد باعتبارها أنه هو قسم غير عملي ومعظم الناس تبتخش الماجستير بش يتطور من الجانب العملي فما كانش فيه حد القسم فكان يمكن أن يقبل طلبة في هذه اللحظة قبل ما نحط في الأمر الواقع زورة عميدي الكلية كان وقتها الدكتور محمد الإناوي هو حتى مدير الجامعة كلها بشكل عام شخصية معروفة ومشهورة هلبة طبيبة أسنان مشهور في مصر فانصحني نصيحة صراحة نتذكر فيها لعندي اليوم قال لي يا دكتور معتز أنا ينصحك أنك أنت تدخل قسم الدينت المتيري لأن كل الأقسام كانت كانت منتلئة وهذا لما أنت بترجع لليبيا حتلقى ظروف العمل متزاحمة يعني مش هتلقى فرصة عمل كبيرة زي في الدينت المتيري الدينت المتيري لكل الجامعات حاليا مملكة وفيها نقص شديد جدا جدا فيه نقص في التخصص وفعلا خدمت بنصيحته وبرك الله فيه وكانت نصيحة في مكانها الصراحة خشيت القسم حبيت المجال جدا 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 واتميزت فيه بفضل الله عز وجل الله يبارك الكلام هذا بدأ معي في تقريبا في الآلفين وثلتاش في الآلفين وثلتاش فعلا استمرت تقريبا قعدت سنتين في القسم وبعدين بعدين كملت وبعدين رجعت هنا لليبيا كملت الماستر غادي كملت الماستر تقريبا في الآلفين وخمستاش بس كانت المناقشة الرسالة تا أخرت إنه هو كان فيه تير مامتيحان ما يجيش إلى مرتين في السنة فاتقريت اندره في بداية الآلفين و thought of that فعنا أرجعت حقيقة يعني خلاص كملت كليا من الجامعة في ال0316 بداية ال mai 2016 بالضبط بعدين رجعت أول مجال ورجعت في ال 2016 ورجحت بريسارت البجيس تيرو طبعاً أولاً ما رجعت أنت ما تقدرش تقدم على جامعة ولا شيء ذاك الوقت لنا ما عندك أوراق الأوراق تأخذ وقت يعني أوراق المعادلة وإلى أخيري وتكمل الأوراق من مصر من غادي فأنا رجعت مستعجر على الشغل رجعت نشتغل من جديد رجعت المصحة اللي نكون فاعلة هي هذه مصحة يشفين واستغلت في عدة أماكن أخرى يعني اشتغل في مصحة في روان في الشرقية اشتغل في مصحة اللمعان طبعاً كلهم الدكتور بشير الدكتور رحمد كريم كلهم إلى الآن قاعدين حافظ على الزمالة وعلى الصداقة اللي ربطتني بيهم الآن قاعدين هم مع أصدقائي إلى حين وقت جهزة الأوراق لما جهزة الأوراق فعلاً قدمت وراقي ما مشيتش لي جامعة طرابس بتاتاً للأمانة الله أعلم الأسباب شي اللي خلاكت قد مصلاً كنت عنديك ميولة للتدريس كان عندي ميولة للتدريس فعلاً كان عندي ميولة للتدريس وكانت الميول يعني إنه تتحسن من دخل وظيفة ايه وظيفة وظيفة تابتاً يعني ففعلاً أنا قدمت ما كانش فيه تعينات أذكر الوقت كان في يعني يتعاقدوا معاك عقد كطبيب زئر قريت هذيك بديت في الـ 2017 في جامعة زليطن والتزامن حتى في جامعة مصراتي الاثنين استمرت في الموضوع هذا تقريباً قرابة السنة كاملة يعني 2017 كاملة و2017 في جامعة زليطن و2017 كاملة قريتها في جامعة مصراتي لما خشت في الـ 2018 قريت نصف سنة فقط في مصراتي ما كملتهاش لأن هذاك الوقت خشيت بداية ينفتح لي موضوع الـ business وهذهك قصة ثانية يعني أنت من الـ 2016 للـ 2018 قام ما خشتش لي أبداً ولا كان عندي ميول ولا كنت أفكر فيه ما كنتش أفكر فيه فتاتب ممكن يستغربوا اليسوم فيها أنا أستغرب نحسابها قبل لا فعلاً والله ما كنتش أبداً يعني أفكر في الموضوع كان عندي صديقي دكتور أسنان يشتغل في شركة اللي هي شركة الردوان اللي يشتغل فيها حالياً اسمها دكتور سالم مجدوب صديقي وأكثر من أخ إلى الآن يعني نحييه جاء عرض علي الفكرة وهي كانت الشركة هذه الشركة فيهاش أسنان ما فيهاش أسنان ما فيهاش أسنان باتاتا هي كانت شركة أدوية فقط فعرض علي أن هو يبي يفتح قسم أسنان تمام قعد ما نهدرزه وكيف طبيعة الشغل كيف كذا 2018 لا هذه لا مش 2018 هذه نهاية الـ 2017 هذا كا لما هدرزنا هذا لما هدرزنا ما بدينا الشغل هذا فقط نحن نتكلم ونهدرزه تمام فاني عجبني الموضوع عجبتني الفكرة وفعلاً بديت نهتم بالموضوع أكثر يعني بديت نقرأ عليه ونشوف وديت نشوف الشركات وكذا يعني نيته ولما كنت نخدم في العيادة كان يجيني أي جنبزت وكان يجيني أي بوند وكان يجيني كذا بحكم خبرتي بس في الماتيريا اللي كنت نهتم بالشركة وتصنيحها والميكانيكال بروبرتس كذا بعيداً عن الأشياء التجارية فقط هذا كان علاقة بالموضوع يعني كنت مهتم بها من ناحية الأكاديمية بقط فهذه هي لما كنت في مرحلة الماجستير كان عندي فكرة عن أنواع الشركات لكن كان عندي فيها كشركات تقدم بالموضوع للطلبة طلبة الماجستيري أن كنت تدير بحث يعني زمان حتى لما كنا ندير بحث في الماجستير بالمناسبة كان رسالة الماجستيري كانت على السيرف ستريت كيف لما تدير كراون وحكي يعني عشان هي طريقة السيرف ستريت مت اللي تديرها والبوندينج والآخرة فكان عندي اهتمام بنوع الشركة بالنسبة للبحث العلمي فقط وليس كسعره وبيع والشرية وإلى آخره فقط لا ضروري كنت تدور في شركة عندها فاليو عندها عندها منتج محترم يعني باش أنت تقدم فيه رسالة الماجستير لما أنت بتقدم في رسالة الماجستير ما تقدرش تقدم راه بأي شركة لازم تكون شركة شركة كويسة يعني المشرف هو اللي يدلك عليها عموما حبيت الموضوع زي ما قلت لك وبدأت نقرأ فيه واندمجت ما زال ما خشيتش في الشغل هذا الوقت ما زال ما خشيتش في الشغل لكن قبل الشغل كنت نحضر للشغل نشوف نشوف شام فيه كان عندي صديقي اسمها دكتور وليدي عريبي ديما نمشي للشركات كنت نمشي نويان بس نشوف هو كيف يشري وكيف يبيع وكذا قبل ما نقش هذا كله ليسوق العمل بدأنا فعليا بدأت فعليا أنا حضرتش النبي وشفتش الناقص في السوق وكذا وقدمتها للشركة وطول ما نحن نوفره حاجة فلانية هذه وهذه وهذه ممكن نحن نبدأ شغل يعني أنا زي قدمت زي دراسة جدوى لصاحب لصاحب الشغل وابتدينا فعلا كان أول يوم شغل لشركة الردوان فعلي كان واحد واحد 2018 واحد واحد 2018 نعم أنا بنقول لي شغل مية بعد ذلك خد راحتك مية تحرك عادي جدا تمام أنا أول مرة نسمع أو نسمع باسمك ما نعرفش هي بتكون في 2018 لما طلع الجهاز الأول تقال الاتي الروتري تمام دردجة هون مش في ليبيا ليبيا قادمة نعرفش أنه فيه موجود في ليبيا دردجة بره فأنا توصلت معها للصينية هذي تذكر فأنا نعرفش أن اسمها الصينية اللي نسمعها توصلت معها وقلت لها وكيف نحصلوه الجهازه هو شو قلت لي عندنا دستربيوتر أو عندنا شخصا نحن نتبعنا غادي مستر معتز أنا ما حسبش حتى دكتور ذكرت لني قلت لي مستر معتز قلتني أخمك اتصلت بك والله اتصلت بك معناها في 2018 لحسابه في 2016 أنا نضخدم بعته نقول لك التاريخ الحقيقي بك اتصلت بك باهي بنقول التفاصيل كلها قل التفاصيل قول اتصلت بك قلت لك يا استاد معتز قلت لك استاد معتز لك دكتور نبو الجهاز متع الاتيت الروتري قلت لي هو عندي لكن ديت تسوق لي فلندو رادا لكن ديت لك على تدويل عندي أخناعتك مجاني تجاه تاني جدا باكمل انت القصة خودها من هنا يعني يقول لك على ما ممكن على ما اتجاهتك هي الموضوع هذا كان في 2017 لا أكثر من في 2018 شوف أنا قلت لك جهزنا جهزنا الموضوع يعني إحنا فتحنا الشركة فتحنا الشركة وكانت عندنا بضعة كان الموضوع واحد واحد 2018 نهاية 2017 أنا كنت متعاقدة مع شركة هذه الويت بيكر وبعد ما الويت بيكر كان فيه بسط الدكتور محمد حمو بالجهازة اللي تدوي عليها متاع الاتيث هو اللي دار ضجة كبيرة كان هذا في نهاية 2017 قبل ما نفتحه بأيامات بسيطة بأيامات بسيطة يعني يقول مثلاً ميامات مكانش حتى شهر يعني نهاية 2017 داخلين في 2018 فإحنا قد وثقت في الشركة وفعلاً افتح الديلي معاها فهمتني كيف فممكن هذاك الوقت علشان اوجهتك لإندورادا لكارة ديو إندورادا قاعد ما وصلش طريجهاز هو هذاك الوقت ما هو كان يوصل قبلك بقى ابنته في الشركة نعم ديلي في الشركة ديلي في الشركة وبدت توجه فيك تحديات آه بديت توجه في تحديات كانت تحديات وعلم خلينا من علم الأسنان وعلم مواد الأسنان نقلت لنا في علم التسويق ومواضيع زي هاتي شوف التسويق التسويق فيه مننا فطري وفيه مننا مكتسب يعني فيه 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 بعض الناس أو بعض الشخصيات عندهم قبول عند الناس وهذه هي بداية النجاح أنك أنت يكون عندك فيه شخصيتك من الأول عندك قبول وعندك نوع من العلاقات الودية مع الآخرين هذه تنبع من شخصيتك من أخلاقك من الأول إذا كان أنت تحب الآخرين وتحب تساعدهم وهم الناس يحسوا منك الشعور هذا فأنت بديت فعلا في موضوع النجاح على فكرة حتى نينما كنت نقري في الطلبة نينما كنتش من النوعية للشديدين جدا وكذا بالعكس كنتني حريص جدا والله بصراحة يعني أن توكيد الطلبة كانوا يسموا فيه حاليا اللي كانوا طلبة تقريبا تخرجوا كنت فعلا يعني قريب منهم لدرجة كبيرة وما كنتش نحب نعقد الموضوع جدا جدا كنت نحب نبسط إلى أبسط درجة ويحبوا يحبوا المادة عن طريق حتى الطبيب أو الدكتور اللي يعطي في المادة عموما زي نولي نقطة التسويق التسويق عبارة عن هي ميزة فطرية ميزة فطرية في البداية فعلا قد تكون تكتسب هي تكتسب ولكن لو ما كانتش عندك الفطرة من البداية والفطرة تعتمد زي ما قلت لك علي قبول الناس ليك علي قبول الناس ليك صعب إنها تستمر وتنجح والحمد لله أنا من الأول كان عندي علاقات كويسة مع الزملاء كلهم أنا كنت متواصلة معهم حتى من قبل ما نبدأ فهي كانت هذه اللي ساعدتني أكثر يعني بالإضافة إلى دراسة الماتيريا للمنفع الحقيقية المنفع الحقيقية اللي خلتني ننجح في الشغل بجانب هذا أني كنت دراستك الأكاديمية دراستي الأكاديمية دراستي الأكاديمية نفعتني هلبة في الشغل لأنه كان فيه جاب كبير ما بين الشركة وما بين العيادات هذا اللي أنا لحظته لما أنا خشيت السوق واني كنت ملاحظة في نفسي يعني زي ما قلت لك كنت تجينا الحاجة لكن ما كناش أوير بها شن هي شن كذا إلا هنا غير بأني هنا متخصص كنت مثلا نطلق لا يعني ما عليش نسئل سؤال هنا هم الشركات زي ما قلت إننا بما أنا في جاب هي الشركة أصلاً كان ما تعافش المنتج كيف تطلب فيه يا من بعد لا الشركة هي تطلب في المنتج بناء على تسويقها العالمي بناء على انتشارها انت لو تلاحظ كل الشركات الأولى كانت فيها شركات ممتازة وعالمية انت لو تشوف السوق الليبي حالياً راح فيه جميع الشركات العالمية وكانت موجودة من زمان فهو ما كانش فيه مجهوده وما كانش فيه منافسة كبيرة يعني زمان لما ما كانش فيه منافسة فكان من السهل أنك انت تحصل على الشركات العالمية هذه وتبثتها في السوق فهمت بالإضافة حتى إلا كان الأسعارها زمان كانت يعني تعتبر رخيصة نوعاً ما مقابل تضخم اللي صار توها كانت ممكن تقول الشركات العالمية قلت شوية لكن لكن زمان كان كلها متاح يعني كنا كانت شركات عالمية والدكتور قابلها ولكن ما كانش يقدر يفرق أو ما كانش يعرف أو يعرف ولكن مش بالمقدار مش بالمقدار الكبير يعني اللي يخليه يحدد فعلاً أنه يختار المادة هذه والمادة هذه إلا بعد التجربة الكلينيكية ولكن اللي صار اللي أنا أنا استشفيتها وكان قلت لك زي ما قلت لك كان فيه جاب أنا شفتها هنا فيه جاب بين الشاري والبايع وبين الدكتور والشركة أنا حاولت هي نصغرها حاولت نصغرها بتوعية الدكتور بالمواد الفلانية وش ندير وخصها والعكس 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 العكس بمعنى بمعنى أن في فترة من المتال بعد ما تخرجت يعني السوق ديما مش مواقب لطلبات الدكتور أقل شي طلبات الدكتور من جيلي أنا مثلا للألفين وستطاش حنجيه في الربر دام من مصر حتى لما يخشها هنا يخش صدفة يجيه حاصل مع البضاعة فعلا 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 هنقول لك علاش نقول لك علاش شوف شوف فيه رهو تطور حديث السنوات مثال الألفية يا بداية الألفية الثانية يعني بمعنى بعد الألفين وعشقة العشرينية الثانية من الألفين صار فيها تطور كبير جدا بدأت في عالم الأدهيزف بدأت في عالم الأدهيزف هذا غير الروسيجلس شوف من 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 الالفين وخمسطاش لتوت تطور رقمي بداية رهيب جدا في السنين الأخيرات هي الأدهيزف مثلا الأدهيزف هذه صار فيه طفرة قوية جدا جدا عالميا وطبعا احنا باعتبارة دينتستري مصر كانت صراحة يعني بلاد منفتحة جدا على العالم والليبيين كانوا يمشوا لي مصر وهذا سابق أحد أسباب يعني تطور طب الأسنان في ليبيا مقارنة بالطب الثاني إنه هو أقرب جدا للعالم الخارجي من من التخصصات الأخرى المهم هذه الطفرة اللي صارت الشركات ما واقبتهاش هلبة ولو واقبتها عن طريق التوريد ولكن من غير التعليم من غير التعليم فيمشي الدكتور لمصر مثلا يمشي ياخذ الكورسات غادي بالأبديتش الجديدة لما يرجع هني ليبيا ما يلقاش كل الحاجات اللي هي تعلمها في مصر لكن أنا تعلمت في مصر تعلمت في مصر واخذيت ماجستير في مصر واختلطت بالدكاترا الكبار واختلطت بالناس اللي تقف في الكورسات فاني استغلت الوضع هذا أو مش استغلتها يعني يعني لقيت الفراغ وحاولت نعبيه يعني حاولت نعبيه وبعن الدكاترا همالي فريش لي قورت زي نيني حاولت أني عندي سلطة أو عندي إمكانية الشراء من الشركات اللي برا خلاص انت هي عبارة عن شين هي السوق انت تشوف احتياج الناس وتلبيه بالضبع لو انك انت نجحت في تلبيتها انت نجحت في التسويق صح هل بأناس يحسابوا التسويق عبارة عن الدعاية أو الإعلان أو كده لا 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 راهوا أكبر من هيك التسويق يبدأ من قبل أصلا ما يطلع المنتج صح يعني يعني نشوف انت شناكسك حاليا نحاول هي الشركة كيف تستمر هي تشوف الدكتور شن الصعوبات اللي تواجه فيه بعدين نتحاول تدير لحل الصعوبات والمورد اللي هو حلي يشري في الإفضاعة هذا هو اللي يوفر الحاجة هذه للدكتور المحلي اللي موجودة فهذا اللي صار يعني احنا بدنا نواكبه في التطور اللي صار في السنين الأخيرة في الدينتستري هذا اللي اعطتنا مجال أكبر والحمد لله رب العالمين تمام باري الكتور ماتز بعد الرضوان انتقلت انت خلت ثانية انت طبعا في اللي نعرفه وفي اللي ما نعرفه وش نبوك بعد مما أصلا الرضوان أصلا في هلبة شباب معك ما شاء الله الاختيار طبعا الموفق هم صحابي ما بيش نقول لك هم كلهم صحابي لكن اختيار موفق صراحة تختاره في شخصيات يعني مبارة الله وهذه حاجة معلش نبين نقولها أنا البصيفة عامة للزبون هل بناست حساب الزبون يهمها السعر فقط لا المعاملة دولها دور كبير جدا في الموضوع هذا يعني ما تجيش تخش لمحل غدارية تلقاه بارة موجهة ماش بتخش له صح فعلا صح إذا اختيارك موفق الشباب اللي معك طبعا بالتيم بتاعك THORB يبارك لك بارك الله فيك بارك الله فيك هذه احد المفاتيح النجاح طبعا المفاتيح النجاح أنك تعرف تختارuityم اللي معاك blanc صاحب شريكه أو صاحب عياده أو حتى في حياتك الشخصية صح يعني أنت لما إلن تبدأ حياتك الزوجية بلين تبدأ في نجاحها من انك اختيار الزوج ر approve هل أنك أنت نجحت في الاختيار الشريك اللي معاك فالحياة إن شاء الله ستمشي كويسة بإذن الله فهذه هي مهارة وتوفيق قبل المهارة وتوفيق من الله عز وجل أنك أنت كذا وهذه أحد الحاجات اللي ديما والله نكلم فيه الناس اللي معك حاول تكون علاقات قدر المكان العلاقات مهمة جدا العلاقات مهمة جدا حتى في الدين موسط أنك أنت يعني تتواصل مع أخوانك أكثر وتكون علاقات طيبة مع الناس ومع جيرانك ومع زملائك في العمل سواء مع زملاء الدراسة كونه ماما لازم تخلي الدائرة قريبة منك جدا 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 الميزة أنك أنت تعرف عندك علاقات أكثر تكون عندك الرؤية أكبر ويكون عندك الرؤية أوضح وتكون أوسع فالاختيارة هنا تكون متعددة بدل ما هي ضيقة فهذه أحد مفاتيح النجاح كونك أنت عندك علاقات حتى في البزنس باي دا وي يعني باي دا وي يعني باي لكي يجي الموضوع مثلا أنت قرر تفتح هذا أو تفتح شركة وانت يا الدكتور الطاهر عندك فلوس وأنا ما عنديش فلوس لكنني عندي علاقات أنا نخش معاك شريك نص بالنص لمجرد أنني عندي علاقات حقها فلوس طبعا هادي حقها فلوس كونك علاقات هي أنها حتنجح الموضوع أو حتساعد يساعدك هلبا أنك أنت تنتقل من نقطة 0 إلى النقطة 1 إلى النقطة 2 فالحمد لله رب العالمين وفقنا في اختيار الناس اللي معانا سواء دكتور حسن دكتور زكريا دكتور سيراج دكتور دكتور نبيل الحمد لله تيم الردوان ما شاء الله الحق الحمد لله والناس وسمعتهم بين الناس طيبة ولله الحمد والمنى عموما إحنا لما بدأنا في شركة الردوان كانت شركة صغيرة مش عارب شئتنا زمانا نعم نعم كنا صغار جدا 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 نصور إحنا قبل ما نبدو باش نكونوا حارصين على المال انتع صاحب المال وصاحب الشركة كنا نرى و إحنا بدأنا نزوه فيها بروحنا يعني يعني باش نوص دكتور سيراج فقط كنا أنا والدكتور سيراج فقط كنا نديره إحنا كل شيء كنا إحنا عاملنا نظافة و كنا إحنا اللي نفتح و كنا إحنا اللي نسكر و كنا إحنا اللي نجرد و كنا إحنا اللي نجيبه في رضاعة و كنا إحنا اللي نزل فيها كنا كل شيء لكن بفضل الله يعني كل ما تكبر الشركة يكبر عدد موظفينها وصلنا حاليا تقريبا إلى عشرة أو أحداش الموظف داخل الشركة الشركة المصغرة و ليس الشركة الكبيرة شركة الأسنان شركة الأسناني الحمد لله يعني باي دكتور معتز في الـ 2019 نعم هل كانت في مخططات أو شين كان في مخطط الفترة هذيك أنت ترى الشركة قامت و بدت مستمر و شين كانت تفكيرك في النقطة هذيك شوف ترساطات فعليا أني كنت جل اهتمام جل اهتمامي أني مصاب ممصب في الشركة و في تكبيرها و في تطويرها و في أو في بناء علاقة كويسة مع زملاء جدد و فعلا في الـ 2019 و كان كان موضوع العيادة يعني و كان نية كان حئم بس لكن ما كنت شانين مترصد له يعني فعلا يعني ما كانش مثلا نقول لازم السنة جاي بنفتح عيادة أو في الـ 2021 بنفتح عيادة لكن كان فيه نية كان فيه نية أني نية فعلا أني نية نفتح عيادة لكن ما كانتش نية محولة له هدف هدف مكتوب ولكن بايلك بالصدفة كنت في اتصال مع النقيب العام الدكتور عدنان مروان موجه له تحية حتى هو الدكتور عدنان مروان كنت في اتصال لعراضي عادي طبيعيا و نتكلمه في موضوع جانبي و إذا به عرض علي قال لي يا دكتور معتز في دكتور دكتور أحمد العرادي عندها دكتور أحمد العرادي بايدوي هو دكتور عندها بيتش دي في الكرام قال لي يا دكتور هو كان مجهز عيادة يعني مجهز عيادة بيشتغل فيها ولكن ما صار لا شوي بيأجرها فكان مجرد عرض في تليفون طبيعي قلت لعادي نشوفها ما فيش مشكلة قلت لعادي نشوفها ما فيش مشكلة فعلا نمشي تاني للمكان في وين هو المكان اللي فيه عيادة زركونيا حاليا اللي هو في النوفليين وشوفت المكان وعجبني وكل شي وفعلا إني ني بدأت قررت قررت إني ني بنفتح عيادة في عيادة ايه في عيادة هذه الدوة في نهاية الـ 2019 طبعا قررت بناء على حاجات ممكن ندبو فيها بعدين لكن أنا بنحكي لك القصة كستوري بشكل عام فعلا بدأت نجهز في العيادة بعد ما نجهز في العيادة تقريبا بدأنا شغل حقيقي في تتحت عيادة سوركونيا شهر ثلاثة الفين وعشرين يعني كانت كل المرحلة الأولى كانت مرحلة تجهيزات ورسالة هنا أخرى بعد انتهاز الفرصة لكل دكتور لازم لازم ما تستعجلش راه الاستعجال لا يجيب نتيجة عموما بعد ثلاثة شهور تقريبا فتتحت أو بعد أربعة شهور من الإيجار كان إيجار غالي جدا 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 وكان مهمة صعبة يعني مرت بما راح الإحباط بصراحة يعني فهمت ايه افتتحنا العيادة في شهر ثلاثة وللأسف ما استمرش الموضوع أكتر من سبوعين تقريبا كورونا سكرت والكورونا سكرت كل شيء يعني ما دبيش نقول لك الوضع اللي هناك كنت فيه يعني عشت معك اني العظيم عشت انت معي عشت 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 نفس الشيء لا يعني كيف فاتح يعني كيف قلت بسم الله تعالى يعني ما نقول لكش لكن الصراحة ما يعني قاعدت ندعي ان الله عز وجل يفتع علينا ونلقو حل المشكلة هذه وفعلا العيادات كلها خلينا نقول له شوية للتالي عشان يخلعك تقريب قرار زي هذا هل حسيت انه هو فرصة قرار اني فتح فرصة زي ما قلت لك هي كانت فرصة فرصة اني حصلت العيادة هذا شي تاني لا تقول لك مجرد الدخول في سوق العيادات حسيت انه هو اه وصد فيه مكسب او او لغداته انت تقصد الدافع لفتح العيادة ايوه شوف انت كل ما كان عندك كان عندك عندك اهتمام بجانب معين او عندك او عندك او عندك امكانيات عندك إمكانيات ما ندوش عليه إمكانيات بمعنى مادية إمكانيات بمعنى شغف اهتمام علاقات مواد أي كان نوع من الاهتمام بهذا المجال وجاتك الفرصة السالحة إلى عندك أنك أنت في احتمال الأمر يتحقق ويكبر ويصير منه يعني لازم تستغل للفرصة هذه الحالية فأنا كان عندي أمنية زي ما قلت لك أني نفتح عيادة لكن ما كانت الأمنية تحولت لهذا فما زال فهمتني يعني كان مجرد أمنية لكن خلاص إذا كان هو الموضوع جاني لعندي فأنا قررت أني نستمر فيه ونبدأ فيه فهمتني كيف الموضوع راه كان صعب صعب جدا جدا في البداية أنك أنت راه أنت تشتغل في شركة وأنت المدير فيها وتبي تفتح عيادة بإمكانيات كويسة ولا بكذا حتى الموضوع إداريا صعب جدا جدا أنت كيف بتوفق بين الأثنين هذا راه موضوع راه في غاية الصعوبة لكن أنا كان عندي مخطط في دماغي كان عندي مخطط في دماغي أن الموضوع الإداري هذا مستحيل للنينين لنتولاه يعني لازم ما يمشي لحد ثاني لازم ما يمشي لشخص آخر يتولاه عموما عموما لما احنا افتحنا بعد الافتتاح هنا في شهر ثلاثة جدت الكورونا والكورونا قلت لك زي من الأسف هنا سكرنا لكن أنا كان عندي آمل أنه كان يصير حل في الموضوع فقررت كل العيادات تتسكر كان في البداية أمر من النقابة والنقابة قالت أنه يفتحوا أماكن معينة فقط أنا كنت طبعا ضروري أن يكون أحد المتقدمين للفتح لأنه كان موقفي أصعب موقف والعيادة قاعدة جديدة يعني كانت الحمد لله موافقة للشروط المتاع النقابة التي حطتها ذلك الوقت في فتح عيادات الأسنان الحمد لله ولينا بعد هذا بعد الواحد بعد شوية وافتتحنا وكان راه خطر كان خطر خطر كبير هلبة هلبة ولو أنك أنت بتحكي من ناحية البزنس ظروري ما تأتي الأ خطر ضروري لا تخشФ الأخطار تتحمل فيها الخسائر ولو كل ما زادت نسبة الخطر لو تحسبها بطريقة البزنس كل ما زادت نسبة الخطر كل ما زادت نسبة الربح يعني الربح قد يكون كبير وقد يكون هو الخسارة بحتى هي نفس الشي كون كبيرة كل ما زادت نسبة الخطر لكن أنا ما كانش عندي خيار آخر يعني مش هنخصر أكثر من الخسرت مش عالو صار اكثر من اللي صارتها والحمد لله زي ما قلت لك وكان معي الشباب حتى هم نحييهم دكتور رحمد طياري ودكتور ضياء ودكتور ابتسام ودكتور رحمد الرحال كانوا في وسط المعمع هذاك الوقت لما نبدأنا نختمه في الكورونا انت خلت تو خدمة الكورونا هي وزركونية انت في وضعك في القصة هادي يعني بديت انت في وضوان ما اشنشبحو فيك خليني نقول لك على حاجة خليني نقول لك على حاجة شو لما نفتحت الايادة لما نفتحت الايادة او خلاص قاربت علي ان نيني بنفتحها كان عندي مشكلة ان نيني زي ما قلت لك من بيتولى الموضوع هذا لانني كنت عارف عارف ان نيني عندي شغل كبير في شركة الردوان ما نقدرش ندير زوز اماكن فلازم الموضوع هذا ينتقل فأني اول ما اتجهت اتجهت لشركة اتجهت لشركة اللي بتاع ادارة يعني شركة ادارة تولى تاخذ منك الشغل وهي اللي تنظمهولك هي اللي تنظمهولك وعبارة عن تاخد جزء من الارباح فعلا مشيت انا ويامه وقعمزنا وهدرزنا وكذا والاخري فلما جينا في النقط الارباحات المادية قالوا لي احنا ناخذ عشرين في المية من من التوتل يعني من الدخل نسبة كبيرة جدا نسبة كبيرة جدا والحمد لله لي ما وفقتش ولو توسع الحديث بيني وبينك نقدر نقول لك علاش لان الموضوع حاليا في طب الاسنان في مشاكل كبيرة جدا جدا في تسعير الخدمة للأسف يعني مشاكل كبيرة في تسعير الخدمة عموما لما قالوا لي بنجوه كان لقينها وقت ان شاء الله عموما انا رفضت كان هذا الوقت احنا في المركز نفسه كان الدكتور محمد قريش محمد قريش هو اول من بدأ يعطي في كورسات هذا الوقت في المركز قبل ما يفتح كعيادة كان عنا حجرة خاصة قبل ما تفتح عيادة فتحت الكورسات هو اصلا هي العيادة والمركز في نفس المكان سنتر الكورسات والواحد كذا لكن احنا افتتحنا العيادة في شهر ثلاثة والكورسات كانت مع الدكتور محمد قريش من شهر اثناش تمام احنا هذاك كان الشق الثاني متاع العيادة كنت كيف بادي نشغل فيه لكن زي ما قلت لك ما كانش معاي حد فالدكتور محمد قريش بارك الله فيه عرض علي زوج شباب يعني كانوا شاب نقولك من من اكبر الهبة اللي يوهبني الله عز وجل في حياتي اليوم دكتور عموما عمر معلول ودكتور وسامة دكتور عمر معلول ودكتور وسامة لا 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 دكتور وسامة وسامة الدوشي كان عندهم مركز اسمه عاريني العلم في غادي في جهة صلاح الدين مركز تحت كورسات كان يتعامل معهم دكتور محمد قريش تقريبا ما نتكرش نصار معهم بالضبط لك كان عندهم اشاكل هذاك الوقت في في السنتر كان مفتوح وشغال وكل شيء محمد قريش اقترح علي ان احنا ننضموا لبعض يعني يجو جمعت العارين العلم يجو لي زركونيا وهما يتولوا موضوع الكورسات الينا ما كنتش لاهي به ففعلا جاي عرفني عليهم الدكتور محمد وقعمز نحن مع بعض ذكر فيها في بن عشور كان اللقاء وصراحة من اول اللقاء الشباب عجبوني جدا 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 وزي ما قلت لك هذا يراه احد الاسباب النجاح ان الله عز وجل يهب لك ناس تساعدك في تحقيق هذا نحن نقولولها بلغة البيزنس الديليجيشن او انك انت توظف او تفوض ناس قادرة على تحقيق المهام اللي اللي انت في دماغك كأونر او كليدر فهمتني كيف لما قعمزنا مع الدكتور عمر واحد اتفقنا ان احنا نسكروا مكان ليسمى عريل العلم وكل يمشي ينضم الى زركونيا وبداية بداية الموضوع كان مجرد راهوا كورسات بس لكن لما شفت انشاطة الشباب وتفانيهم واخلاقهم العالية وامانتهم وهذه اهم حاجات تكون في المدير فقررت اني نين وليهم موضوع العيادة بعد فعلا بعد ما انا وليتهم الموضوع هوا بعد ما اتفقنا وكم منا كان الشغل الواقف زي ما قلت لك في المركز انني يتهيئ العيادة كان واقف لكن بعد ما جوش الشباب تولوا موضوعه وبداية تسارع الحمد الله بشكل اكبر في خلال شهرين شهر ونص او شهرين افتتحنا المركز فعلا فعلا لكن ما كانش من غيرهم ما كانش موضوع التوظيف اداريا لو لو ما حصلت شانيش شباب كان الموضوع يتعطل اكثر 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 بهلبة فلذلك اني ننصح كل حد ننصح كل حد اذا كانك انت ناوي تبي تفتح عيادة ناوي تفتح عيادة في عدة خطوات الديراء لو تسألني يا دكتور تاون جاوبك ولكن لو ما كانش عندك الامكانيات الادارية لو ما كانش انت عندك نفسك الامكانيات الادارية والتشغيلية للمكان حاول انك انت تفوض الموضوع هذا ليحتالي غيرك حتى ولو كلفك هلبة لكن ضروري جدا مرات تكلفة اللي كانت هذه هلبة او كبيرة مش هتكون اكبر من الخسارة اللي بحت تواجهك لو انت كنت ضعيف او غير قادر انك تدير المكان بي خلينا نزيدنا نتعامل خفاة الموضوع هذي بما انك انت تور مرات التجربة سوق الاسنان في الاول سوق الاسنان مواد الاسنان حتى انتقلت للسوق عيادات الاسنان وبالاضافة انك مهتم بالتسويق والادارة طبعا اي فعلا نبو شوية اسئلة للدكاتور ما عندهمش عليها اجاباتي يعني مثلا خدمة خدمة الاسنان ايه كيف يتم حساب تكاليفها شو طريقة مبسطة يعني باي بروسيجي نطبقها ان تعطيني معادلة نطبقها لأي بروسيجي خليني خليني نرجع لك معليش الدكتور طهر خليني نرجع لك من قبل ما تفتح العيادة من قبل ما تفتح العيادة اليوم انت مثلا جاي الدكتور طهر وكان عندك نية تبني كارير متاعك بروحك جيت تقول لاني نبي نفتح عيادة قبل ما تفتح يا دكتور لازم احنا نديروا حاجة اسمها سوات الاناليسيس لازم نديروا تحليل سوات ايه سوات اللي هو نقاط الضعف ونقاط القوة يعني الاستمثل يعني انت شن عندك من نقاط قوة والله تقول لاني السكيلز بتاعي كبيرة يعني نعرف نشتغل انتم ليح مثلا والله انا عندي شقة في جاية في شارع الجرابة هذه هي نقطة قوة والله انا عندي مثلا عندي راس مال فلوس كويسات نقطة قوة صحيح سكيلز متاعاتك هذه نقطة قوة العلاقات نقطة قوة صحيح سوري لما يتوفروا نقاط القوة هذه ما تعتمدش علىها فقط لا خليني نمش نشوف نقاط الضعف شل هي والله نقاط الضعف انا مثلا 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 انا ما عنديش اي ما عنديش اي علاقات تذكر مع الدكاترة ما نعرفش منين نورد الماتيريا ما نعرفش ان هي الحاجة الكويسة والحاجة السيئة فهمتك كيف نجول مثلا للفرص الفرص 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 مثلا تكون مثلا في عياذة رخيصة للبيع هذه فرصة صح ولا مصح والله يعني فيه ممكن فيها فيه دكتور او دكتورين نعرفهم او حيسيبوا مكاناتهم ويمشوا ينتقلوا مكان ثاني هذه فرصة فهمتني ضروري تحلل الفرص اللي قدامك شنهية بيش تستغلها بالنجاح وبعدين تشوف التهديدات التهديدات اللي حتواجك والله مثلا تقول يعني الامكان اللي بنفتح فيه في صلاح الدين مثلا صلاح الدين كان خطير شوية ولا الخلى ولا كده هدي تهديدات او المكان اللي بتفتح فيه هذا اللي كنت في الجرابة قبل معبي بهلبة عياذات مثلا فهدي تهديد فانت لازم تحط الاربعة هماس ونقاط القوة والضعف وكده وتحطهم ما بين بعض وتجي تقارن هل انا ننجح في الموضوع هذا او ما ننجحش هل انا نقاط القوة متغلبة هلبة عن نقاط الضعف او لا هل الفرص اللي قدامي اكبر من التهديدات ولا اقل لو كانت الكفة اللي على الجهة اللي مين اكبر من الكفة اللي على الجهة اللي صار نقول لك اتوكر على الله وابدع في الخطوة اللي بعدها الخطوة اللي بعدها يا دكتور لازم لازم انت تدرس النقاط قوتك ونقاط ضعفك وتستغل الفرص لو كان فيه فرص وتحاول تتجنب التهديدات قدر الامكان لازم تدير حسبة بالورقة والبيلو الحسبة بالورقة والبيلو مثلا تقول انا العيادة والله بتكلفني مية وخمسين الف لكن انا اراني مندير ديكورات بخمسين الف وبنفع ايجار ستة سبعة شهور مثلا لازم تحط سيناريو متشائم قبل المتفائل ضروري جدا ضروري جدا لا ما تحتمج على نقاط قوتك بس ردبالك تحتمج على نقاط قوتك لازم تدرس الموضوع حتى من الناحية الاخرى مثلا تقول لاني والله ديكور العيادة بيكلفني ربعين خمسين الف جنيه وبندفع تكاليف ستة شهور عيادة الفين جنيه في الشهر يطروا مثلا اه طناشر الف ولا تلتاشف الف والله يتقول لانيه ما 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 نقدرش نستحمله ما نقدرش نستحمله فليذلك عليش ركزك على نقطين همها مثلا لانه هاده مستحيل يرجعو لك على عكس الكراسي وليو تكليب وكذا اناه لاحطه هوا ديما اللي بيفتحوا عياداتي التصطوبية يقولوا لي والله يا دكتور أنا نفتع عيادة كداش تكلف يقول لي بليز بالله ليك قبل ما تفكر الكراسي والشعع والسنسور كداش يكلفوا بره شوف النواحة الثانية هي اللي أولى وهي اللي أهم لغلبه ومن هنا شوف أنا من لما يسئلني الدكتور السؤالة هو أنا اللاحظ أنه فيه خلال في الموضوع مش فاهم ما تسئلش انت على الكرسي كاب في ناس والله كانت بره تمشي تشري كرسي من بره وتحطها في المخزن على أمل أنه بيفتح كرسي الكرسي يرى أسهل ما يكون يقولك ليه أسهل ما يكون ليك سريه أسهل ما تكون مش سهلة بس يعني حتى لو قدر الله البزنس متاعك ولا العيادة متاعك ما تصرف فيه تقدر تصرف فيه بيكون سهولة الموضوع أكبر من هكي الموضوع انت شان عندك انت من إمكانيات نقصوش الإمكانيات المادية نيش ان عندك من إمكانيات هل عندك مكان كويس هل انت تعرف دكاترا كويسين ممكن ينشحو لك المكان هذا فهمتني هل عندك مثلا انت علاقات في ليبيان أو مدار وكذا يقدروا يشغلو لك الإمكان من أول مرة كانت تعاقدت معاهم يعني انت هذه لازم هي اللي تفكر فيها قبل قبل الموضوع انتاع الواحد والله اني شفت إمكانياتي ولقيت روحي بنصرف ديكور ومثلا ويجارات بالقدة هو واحتمال كان نخسر راه وانيم عشان تقيم لي قائمة ما تخشش فيه البزنس من الأول إذا كانك انت متحمل الرسك من البداية انك انت تخش في البزنس هو متحمل يعني اني راضي نقول نخسر عشرين ألف أو ثلاثين ألف أو أربعين ألف أو وتفر كان المبلغ إذا كنت انت راضي بالخسارة هذه توكر على الله وخشه وأبد تمام بعد الدراسة الأولى بعدين نبدو نحن نبدو في فعلا في تجهيز العيادة بتاعنا لما نجهز العيادة بتاعنا لازم يكون فيها استراتيجية معينة الاستراتيجية هذه مبنية على الموقعها اللي افتحت فيه يعني انت لو افتحت في مكان معروف الناس امكانياتهم المادية كويسة ضروري ما شني ضروري ما تستهدفهم وتدير أسعار مناسبة ليهم هذا هذا بشكل عام مش التسعير في حداتهم بشكل عام والله انت ناوي بتخدم بإمكانيات كبيرة وبتجيب من البداية وبتجيب من البداية وتفتح في منطقة منطقة مثلا ما يعرفوش أصلا حتى أساسيات الأسنان أو مش هيقدروها غلط الموضوع ما تجيش من الأول من الأول ما تقدش انت أصلا تسعر الخدمة بالسعر اللي في دماغك انت هذا مستحيل مستحيل والناس ما همش مش هيتقبلوا مش مش هيتقبلوا مش مذنبين في الموضوع ذنبك انت اللي محللتش وضعك صح ذنبك انت اللي محللتش وضعك صح تمام افتحنا العيادة وتوكلنا على الله لو انت تسئلني على موضوع التسعير مش تسعير يعني صاري حساب التكاليف حساب التكاليف هو التسعير حساب تكاليف الإنشاء أو تكاليف الخدمة حليم العيادة الخدمة الخدمة مثلا نقول نقول لك ممكن ان هذه تقريبا أول لقاء يتم فيه طرح الموضوع في ليبيا اللي هو كيف تسعر الخدمة شوف تسعير الخدمة نقسموا في حني الى حاشته حاجة نقولولها الفكس كوست والحاجة الثانية اسمها بريب الكوست بحب الفكس كوست شن هي أو التكلفة الأساسية أو التكلفة التابتة التكلفة التابتة هي عبارة عن تكلفة يا دكتور طهر خشلك مريض أو ما خشش غصبا عنك حدفحة تدفع فيه؟ غصبا عنك غصبا عنك يبدأ إيجار مرتبات كهرباء نظافة كل شيء انت حدد دفع خشلك مريض أو ما خشش هذا يعتبر فكس كوست وهم حاجة واللي يغفلوا عليها موضوع التكاترة اللي هو موضوع أو موضوع الإهلاك الإهلاك هذا عبارة عن مصاريف أنت تصرب فيها شهريا لكن أنت ما تدفعش فيها من جيبك فالناس تغفل عليها ولكن يا دكتور طهر ما معنى الإهلاك؟ الإهلاك مثلا أنت شريت كرسي أسنان وشريت إكسري وشريت وتكليف وشريت كذا التكاليفة هي اللي ادفعتها في البداية ما تنسهاش بليز أرجوك لأن هذه أنت رك حطيتها من جيبك والمفروض أنك تسترذها من البزنس اللي أنت فتحتها إيه؟ التكاليفة هذه عندها عمر معين الكرسي هذا عندها عمر معين التكاليفة هذا عندها عمر معين الإكسري عندها عمر معين طالما أنه يستهلك ويشتغل معناته أنه بعد أربع خمسة سنين سيتبدل ومرة أصلا تطلع عليها موديلات جديدة يعني حتى لو مشتغل معاش أنت تقدر تشتغل به في جديد مثلا كان كنت بادي بك بإكسري كلاس إس خلاص طول الركومونديشن ولا كلاس بي معاش تقدر تستهتم بي يعني حتى النقابة مش هيعطوك إذن بالفتح لو طالما أنه ما عندكش وتكاليف مثلا مواقب للمواصفات فهمت علي المهم هذه الحاجات اللي هي نحن نسمو فيها أصول وصول والأصول ما معنى كلمة أصول؟ معناها أي 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 أداة أنت تستخدمها عمرها يكون أطول من السنة أي حاجة أطول من السنة ضروري تحطها في بند الأصول وبند الأصول هذا يحتاج إلى إهلاك الإهلاك هذا يتم عليه سنوات في الغالب ديماً ديرونهم فيه متوسط خمسة سنين يعني أنت كرسي شريطها مثلاً بعشرة ألاف جنيه لازم تدير الإهلاك على خمسة سنين يعني تقسم العشرة ألاف دينار على خمسة سنين سنين تقسموا على 12 الشهر، الثناش الشهر هذه تقسمهم على الإيمات اللي تشتغل فيهم واضح؟ والإيمات، بعد ما تقسم على الإيمات تقسم على عدد الساعات عدد الساعات اللي أنت تشتغل فيهم برضو يعني 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 العيادة تتستغلوا إي 12 ثاعة تمام لازم بتقسمهم عليهiverse إي 12 الساعة. هذات قل وقت يطلع لك تكلفة mistحقة التشغيلة الحقيقية للعيادة يعني المفروض مثلا كان أطلع مثلا 50 إلى 60 جنيه في المتوسط فيما يطلع حسب عدد كراسي طبعا لكن التشغيل للمركز بشكل عام ما يقلش عن 50 دينار الساعة صعب أن يقل عن 50 دينار الساعة كان عندك أو بي جي ولا وكسري وسنسور وكذا وعندك مرتب في 2000-3000 جنيه فما أكثر ما يقل الساعة التشغيل في المركز عن 50 دينار ساعة تقريبا يعني تقريبا كل حد ولي تكلفة مختلفة طبعا كل حد وليه تقريبا عرش معناها دكتور طهر عرش معناها دكتور معناها ضروري كل ساعة كل ساعة يكون عندك أنت حتى توفر 50 دينار في الواحد اشتغلت ولا ما اشتغلتش هذه تكلفة أنت دفعها دفعها عن طريق مرتبات الممرضات وعن طريق الاهلاك وعن طريق المرتب مع النظافة ومرتب الريسيبشن والمواد التنظيف التي تنظف بها في العيادة والإعلانات كانت تدير إعلانات في الفيسبوك هذه كل الحاجات خاصة في من البداية درتها ولا ما خدمت ولا ما خدمتش هذه ضروري ما تدفع فيها إذن أنت كل خدمة حتكلفك لو احنا افترضنا 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 ان الساعة بخمسين دينار مثلا المريض لما بيخش عنده ما بيخش عنده أول حاجة بتنحسب لها خمسين دينار لو انها بتاخد ساعة وخمسة وعشرين دينار لو انها بتاخد نص ساعة تمام هذه تكلفة أساسية خاشة طول هذه لي مش لي ولا لي كل أحد هذه للمؤسسة هذه للمؤسسة بعدين نحسب الحاجة الثانية الحاجة الأولى قلنا اسمها الفيكست كوست الحاجة الثانية البارياب الكوست البارياب الكوست هي الحاجات اللي انت حتشتغلها لما يجي للمريض أو احنا نسبوها بمعنى آخر كوست يعني الحاجات اللي حنستغلها حنستعملها للمريضة هو هي عبارة عن شنو مثلا كانت تستخدم اندو مثلا من تبدأ سكشن الربنج الربرداب الكلامس الاريجيشن ايديتي اير سوديوم الى اخرى الطاصة اللي حط نحط على على الرف فاهمتني كيف السيريج اللي حط عطي بيها الأنستيزيا سوري الكربول اللي حطي بيها الأنستيزيا النيدل اللي حط على السيريج فاهمتني كيف كل الهاند بيس نفسها البارات كل الأدوات هي سوري الهاند بيس قد ما تخذوش الهاند بيس شوف الهاند بيس هي سنة ولا هي لاتنقول لك الهاند بيس اذا كانت هاند بيس محترمتي محترمة انت تعطق لنا هتعيش workflowSí أطول من السنة هتخش في ال جسد إذا كان هاند بيس القط تتغير كل 3 أشهور او 4 اده سيتحسب من ضمن مواد التشغيلية الآند بيس هاي تقع 3 أو 4 شهور كيف تتحسبها؟ تقول لي بإنت دو مثلا قول لي أنت كيف نقول لك الهاند بيس هي مثلا الوحدة الوحدة بتديرها لنا هي تقدم ثلاثة شهور الثلاثة شهور أنت كتاش تعتقد أن تقدم فيهم أنت في بيشنت بشي فسدد والله نقوله خمسين بيشنت وهي سعرها مية وخمسين تقسم المية وخمسين على الخمسين يطلع لك سعر تكلفة الهاند بيس لكل مريض فهمتني كيف فهذه إحدى من الحاجات التي تدخل فيه التكاليف تجمع كلها التكاليف هادهم بالإضافة إلى الفكسد كوست والله طلعوا مية دينار كلهم مع بعض طلعوا مية دينار إذا هذه العملية شن معناتها؟ معناتها أنت طلعت من جيبك مية دينار وحطيتها للمريض فهمت علي مية دينار كاملة مية دينار اللي يغفل عننا الدكاثرة للأسف يغفل عن الفكسد كوست الأساسية هي ولما تغفل عن الفكسد كوست يا دكتور طهر أنت هذه المؤسسة مش هتستمر أو مش هتطور واحدة من الزوز أنت الريفينيو اللي يخش لك أو الأموال اللي تخش لك هي رأي هي المقصد بها حاجتين أن المؤسسة هذه تستمر ومن حق من حق الناس اللي تشتغل فيه مؤمنتينهم شغل لأنهم يستمروا في الشغل يعني الممرضة هي اللي تشتغل رأي تعاون في أهلها أو هي مكتفية من ناحية حمل على أهلها موظف الريسبشن نفسه شيء المحاسب يعني أنت من وراك باب أرزاق ناس حرام تظلمها بالتسعير الغلط في العيادة وحرام أنت نفسك تحرم حتى لمريض أنك أنت بنيت مؤسسة والناس وطقوا فيها لكن يتفاجئوا بعد ثلاثة أربع سنوات لهي مراقبة التطور أو ربما سكرت بكل هذا كل ناتج عن المنجمة الأول الخاطئ من البداية التسعير التسعير غلط أنت راهوا في النهاية الفلوس التي تخش لك هذه راهي هي ما نستمتعوا بها أو أرباح أو نحنين الناس تظن أننا نستلذوا بهم لا لكن أنت عندك شرط أساسي شرط أساسي أن هذه المؤسسة تستمر كيف تستمر وإذا كان هي أصلاً ما تطلع في مصاريفها الأساسية صح يعني بعد خمسة سنين تب تغير الكورس تقول الله يا ما عندي ما عندي ما تغير يعني كنت من البداية مش حاسب لو كنت حضرتك حاسب رأو كنت تقدر تغير صح فإحنا لما إحنا نوعوا في الناس وإحنا نقولوا في المواضيع هذه إحنا مدى بينا والله تتغير لنا وللمهلة بشكل عام صح مش حباً للمال ولا حباً في الواحد لمصلحة المواطن أو جبل كل شيء مصلحة جميع هي لكن مصلحة جميع مصلحة للبلاد أساساً يعني مثلاً 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 لو أنك أنت تخش لي عيادة توا قاعدة تستخدف البالبوتيك من غير تصوير هل أنت ما زالت تتغير فيها ولا تخش لها وكذا؟ صعب صعب ولا حتى الناس بديتترى وأوير بالموضوع يعني الناس مثلاً لما تتكلم في مجتمع ينتشر فيه طب الأسنان بديتتعرف يعني أنت لما هو خش مرة وخديت له سنسر ومشدت الممرضة وقاعدت تحمض وقاعدت ربع ساعة وجدت بش دكتور شباح الصورة بينما مشيه هو في الزيارة اللي بعدها لعيادة الثانية صور طلعت الصورة قدامه طول في الكمبيوتر هل تعتقد أننا مريض هذا؟ إنه هو ممكن يولي بالذات لو هو ديوكيتد يعني هل هو ممكن يولي للعيادة الأولى؟ هو مش هيولي العيادة الأولى هو يبي ياخد فرصة في علاج أفضل وأحسن الفرصة في العلاج وأفضل وأحسن هذه لازم فيها بنت تطوير لازم فيه بنت تطوير في المؤسستك البنت التطوير هذا لازم ينصرف عليه من الدخل اللي يجيها إذا الفكسد كوست هيا يا دكتور لازم جدا أولا أولا للاستمرار الثاني للتطوير من غيرها راو مش هتقدر تطور مش هتقدر كذا إلا إذا كان أنت تصرف من جيبك على هذاك شيء ثاني هذاك شيء آخر جو مثلا إنت توحنا قلنا اتفقنا أن عندي فكسد كوست مثلا مقدارة خمسين جنيه تمام وعندي مواد بنشتغلها سواء مثلا للكومبيزيت أو الاندو نقول لك هو التكاليف اللي حسبناها طبعا نحن نيو الدكتور حمزة ناصرات أكثر ديمة مع بعض في التواصل في حساب التكاليف أكثر واحد مشتهد في الموضوع هو الدكتور حمزة ناصرات نيائي يطلع في الحسبة بالصح كفارياب الكوست تقريبا حسبة لكلاس تو كومزة يا دكتور حسبة لكلاس تو تكلف مية وواحد وثلاثين دينار لو أنك تستخدم في كومزة تارا و كومزة مش غالي هلبها ما قولك الكومزة توكياما ستيريا مية وثلاثين لا 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 مثلا لو أنك تستخدم في حاجة في المية وخمسين ال 150 لكن تستخدم معها رينج وتستخدم معها وجه وتستخدم ربر دام وستخدمها ماتريكس تستخدم بوند وستخدمه برش عديد المنتجات عديد المنتجات الحسبة تقريبا تطلع كم مية وتلاتين دينار تحو إلا تجي المية وثلاثين مية وثلاثين تقول لي نبي نكسب عشرين في المية و الدكتور ياخد فيه أربعين في المية تمام المية وثلاثين بتقسمها هذا يوم قداش والزوس 130 يعني 20 130 هذه سعر تابت هذا خلاص تتفقنا فيه معاش بمسوا نجيه نقوله نيه صاحب العيادة بنربح 20 في المية والدكتور بيربح 40 في المية اهما تقسمهم 20 وال40 يطمع بعضهم 60 في المية قماش بقالي عني على المية في المية قالي 40 في المية بتقسم القيمة هي علي 40 في المية معناها يطلح حق حشوة الكمبزة 325 دينار لو قلنا الاندو الاندو بتاخذ حق حشوة الكمبزة زائد علاج العصب نفسه الجدور وكذا والقيتابيرشة وكانت تستخدم في 3D وبتوريشن تستخدم البلتة هياء وكذا كل هذه تكاريف السيلر وكذا وإلى خذة نجو تقريبا الاندو تكلف حوالي 200 دينار تكلفتها تقريبا تقريبا 200 دينار الميتين طبعا هذه الخدمة التي ترضي الله عز وجل زي ما قلت لك خدمة مرضية للمريض وبالحق بتستخدمها بيكسولوكيتور وبتستخدم اكتيفيشن وبتستخدم الربر دام وتستخدم سيلر محترم يعني تستخدم وتعطي في الانرغيشن وتأخذ وقت الوقت بروحها يعني شوف هني اطلعتك ساعة العيادة ب50 دينار يعني نص ساعة لو تخدم نص ساعة بس لو في عندك 25 دينار تكلفة أساسية عموما لو الاندو لو اندو قلنا 200 دينار وحنا اتفقنا ان نأخذ هني 20% والدكتور بيأخذ 40% هادم 60% بتقسم الباقي ال40% على الكوست الاساسية تمام تطلع لك قيمة الاندو اقل قيمة اندو 500 دينار هادي اقل قيمة اندو يعني لو الدكتور يأخذ 50% لو الدكتور يأخذ 50% معاناها تطلع سوري لو الدكتور 50% تطلع تكلفة الاندو 666 دينار او هذا البيعيز الصحيح لها اللي بيدفع المريض باش مجرد ان 20% راب فقط من القيمة هي تمشي للعيادة و40% يأخذها الدكتور والباقي عبارة عن تكاليف اساسية ماشية من قسمة بين الشركة اللي شريت منها لبضاعة ومن قسمة بين المؤسسة اللي انت تب بيها تستمر وتكبر فيما بعد فموضوع البرايسنج هذا روانين قلت لك هذا بشكل مختصر هذا عبارة عن تكلفة الخدمة وليف حداتها لكن البرايسنج بشكل عام عبارة عن علم يا دكتور طاهر ويبي محاضرة ما تقلش ما تقلش عن ساعتين او ثلاث ساعات اكيد يعني لو اتيحت الفرصة او كان فيه ناس مهتمين يعني مستعد ان احنين نقعمزوا ونشرحنوا من الطريقة من الات وزد وعلاش انت تسعر في الخدمات بالطريقة هذي وعلاش نسعر في الخدمات هذه يعني انا بنثير نقطة مهمة ثانية في الموضوع هذا شوف يا دكتور طهر انا قلت لك تكلفتي هكي يعني تكلفت ساعة عيادة 25 دينار لكن انت تمشي لمركز ثاني رأي وتطلع 35 أو 40 دينار متجيش للأسف ارجوك ارجوك ما تتحماش ظلما انه هو غالي ويستغل في الناس انت ما تعرفش التكاليف اللي هو يدفع فيها صح ما يعرفش التكاليف اللي يدفع فيها هو يدفع فيه تكاليف معينة والله عز وجل من خلقة الخليقة اراه وخلق لكل شريحة من الناس مستوى معين من المعيشة صح يعني اللي هو مشير ضيل وافتح في منطقة مثلا ايجارها ب 10 ألاب أو 15 ألف دينار وزيك انت اللي فاتح ب2000 أو 2500 جنيه فرق كبير جدا شي طبيعة ذاكا بتكون تكلفتها أعلى ولكن الناس اللي ساكنة في المنطقة هذه هي مش مستعدة ان تقطع مثلا 50 أو 60 كيلو باش تحصل فرق 40 أو 50 دينار في الخدمة هي مستعدة ان تخدم في الامكان هذا انت قدمت لهم خدمة رأي صح في الحقيقة قدمت لهم خدوة رأي هو لما يقطع الراجل هذا اللي مستعد يدفع في الاندو 500 أو 600 دينار بدل الـ 400 دينار هو عنده لو مشيه ساعة وروح يمكن يخسر فيها أكثر من المبلغ اللي بيدفها في علاج العصر صح فالله عز وجل هو مقسم الأرزاق مقسم الناس يعني فيه سيارة بـ 10 ألاب جنيه وفيه سيارة قدامها بـ 20 ألف لكن خديث السيارة بتاعي 20 ألف هو هذا رأي هذا اللي يمشي معاه صح هو ما بيش متن يمشي لمنطقة بعيدة أنا جيتها لعندي أنا تعبت روحي أنا تعبت أنا تعبت أنا مثلا نسكن في تجورة مثلا ونجي نتعفي روحي نجيني النوفليين النوفلي اللي جار في تجورة أرخص من الإيجار في النوفليين لكن أنا أعطيت قيمة للناس هما ما تعبتهم وقلت لهم تعالوا لي تجورة أنا جيتكم لا عندكم نظير للخدمة هذه يا دكتور المريض سيدفع أو الزبون سيدفع وهو راضي مش هو ظالم أنت قدمت خدمة هل أنت خنبت في حاجة؟ لا بالعاكس أنت قدمت لها خدمة في صالحة هو صحيح تحت رأسها هناك ابنات مثلا أو أم عندها سيارة أو كده لا تستطيع أن تطلق هل هي لازم أنت هي على الخاطر توفر 50 أو 60 جنيه يتمشي؟ هي مستعدة عادي عندها الموضوع أن هي أفضل وأحسن مثلا هذه روحي عبارة عن جزء من جزء بسيط من شرائح الناس صحيح لما تستمر في علم التسويق يا دكتور والله لو أتيحت الفرصة أنت جاء الله بإذن الله إن شاء الله نزيد ونوعع الناس بالموضوع هذا راهوا فيه أكثر نقول لك راهوا علميا علميا عشرة في المية فقط إلى 15% في الناس اللي هم هم السعر قبل الخدم صح بره اليوم إحجز غضوة قول أني نبي نسافر لبنغازي وبره للخطوط الليبية وقلوا لهم نبي التذكير في بزنس حتى تلقاها بفون مع أنهم ماشيين في نفس الطيارة وبينزدوا في نفس الوقت وبيطرعوا في نفس الوقت لكن تذكرة البزنس أغلى وحتلقاها محجوزة معبية قبل معبية قبل ربك هذا موزع هو الأرطاق نفس الشيء أنت كل ما طلبت خدمة أكثر كل ما كانت تكاريفها أكثر يعني نحن مثلاً مثلاً يا دكتور الطهر علاش نعطوا فيه دكاترة الأخصائيين 50% والدكاترة الثانية 40% وقد يكون شغلك أنت مثلاً دكتور الطهر والله ما ظنيش يفرق على الدكتور واخد ماجستير في الكرام الله شغل ممتاز والحمد لله قصد يشرف وتقدر تنشرف العالم كله صح ولا مصح لكن الدكتورة الماجستير يعني صرف أكثر منك وبذلك الجهد أكثر منك وسافر وقعد ثلاثة أربعة سنين أنت هذك الوقت أنت كنت تخدم وتجني في فلوس لكن هو كان يصرف في فلوس فمن حقه أن هذا يرجع له من حقه أنه عنده كمية علم أكبر مش بالضرورة كان شغل مش بالضرورة كان شغل مش بالضرورة شغل في حد ذاته ولكن هو الموضوع كلف أكثر مما كلفني إليه فمن هذا من العدل من العدل له عز وجل أن تتقسم الأربعة بهذه الطريقة وتتقسم الأرزاق بهذه الطريقة الموضوع راح وحنين ما ننبوش نستغل المرضى ما ننبوش نستغل المرضى بالعكس أنت مثلا لو تبيت مثلا تقلل التكاليفة هي تقلل التكاليف ممكن أنت تنتقل من منطقة إلى المنطقة ب حيث مثلا الإجارات فيها أقل أو مستوى المعيشة متاع الناس أقل فتقدر أنت تدفع مرتبات أقل يعني أنت لما مثلا تجي في طرابلس مثلا ما تقدرش تشغل مثلا متاع ريسيبشن بأقل من 500 600 جنيه مثلا لكن لما تنتقل لمنطقة تانية حتى 250 هادي صح؟ أنا مصصح هذه التقليل التكاليف تقليلك في أسعار الخدمات بأي لماذا قلت هي؟ لأن التكاليف قلت صح؟ إذن الناس تتقبل الخدمة القليلة في المكان هذا عادي الموضوع عادي بأن القدمة ناكسة لكن لا تجيش تعيب على زميلك أرجوك تعيب على زميلك اللي حط سعر معين بناء على تكاليف معينة وتقول عليه مثلا أنه يستغل في الناس أو كذا لازم هو معلش يا دكتور ما تنزل ما تقول لك الاستغلال ما تشوفش أنه في دائر العكس هو اللي يستغل في الناس تشوف قبل ما نقول لك النقطة هذه ستجاوبك عليها يا دكتور شوف الأولى نقطة نقطة السعر غالي أو رخيص عبارة عن كلمة فطفاضة لما نسألتك رخيص أنت شم معناها معلش تقول لي مثلا علاج العصب والله يمفروض روهم 250 دينار ونقول لك 250 دينار تمشي للمنطقة غالي عندهم عندهم غالي أنت اللي تعتبره رخيص أنت اعتبرت رخيص مقارنة أنت بواحد يدير فيه بخمسمية لكن أنت لما تقول 250 دينار يجيك متاع المية وثلاثين والمية واربعين يقول لك وين ماشي به ميتين وخمسين إذن هو الموضوع كلام مدام الكلام فطفاضة أرجوك لا تتهم ولا تحتقر أحد يعني لا تتهم بالاستغلال ولا تتهم حتى بأنه ما يخدمش بستاندرد معين كيف ما أنت عندك فكسد ببتولي فكسد عندي فكسد معين الفكسد المعين هو يونغس شوف أنا قلت لك فكسد كوست لما نقصد التكاليف الأساسية يعني ساعة العيادة مرات تتولي 10 جنيه بس عشر جنيه بس إمكان والله هو أجر بـ 250 أو 300 دينار في الشهر عبارة عن حجرة داخل عبارة عن حجرة داخل مؤسسة مثلا موجودة هذه حجرة مكلفتها مش أقدر من 300 أو 400 أو 500 جنيه ويشتغل هو والممرضة متاعها والممرضة يدخل فيها الريسيبشن وين التكاليف في الموضوع؟ لا يوجد تكاليف لا يوجد تكاليف لكن هذا هو معوضة 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 بالسعر شوية فيجوه ناس لكن الناس عدده مش كبير لأنه هو بروحة بيخدم كيف يخدم؟ بين المؤسسة الكبيرة لتكاليفها أكثر تقدر تستوعب مجموعة أكبر من الناس وفئات أكثر من الناس من مختلف الشرائح فهنا تكاليفها هذاك أكثر معوضها بالكثرة زائد السعر لأنه هو استقطب أكثر فهمتني؟ بينما الثاني الثاني ساعة لما تنقص الفيكسد كوست الأساسية ما تكون مش الفاريوب الكوست تقسم في الفيكسد كوست الأساسية خلاص إذن هو يقدر يتحكم في سعر الخدمة أكثر نجو لي نقطة ثانية الجودة الجودة لها معايير وليها مستويات مثلاً هل تقدر اليوم تلوم على واحد يخدم به كومبزة مثل أوفوكلار أو تترك انسيرام في الاندو لا تقدرش تضل شركة محترمة وكويسة وسعر الكومبزة ترخيص سبعين ثمانيين دينار صح؟ صح؟ أنا مصصح؟ لكن تول معظم الناس تتجه للتطور الأكثر والذي هو الأفضل اللي هو مثلاً نبي نشتغل بالله ببالكفيل مثلاً أو نبي نشتغل بكمبزة ثري إيم زي تلتمية وخمسين باش ما يكونش الموضوع يا حساب والزملاء تسويق من بيش نقول أسامي الشركات بيشتغل 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 بأي شركة ثانية محترمة تمام؟ شوفوا هو يقدر يتحكم في السعر يقدر يتحكم في السعر عن طريق التحكم في بعض المواد والأدوات بحيث انها ما تخلش بجودة الشغل بحيث انها ما تخلش بتاتم بجودة الشغل يعني مثلاً أنا نشري في الكومبزة المية وحضرتك تشتغل وتشتغل فيه بمئتين وفي كومبزة الثانية تلتمية حضرتك اللي تشتغل في المئتين ما نقدرش نتهمك أنا متاع التلتمية انك انت منقص في الجودة عن الناس ولكن انت اخترت لهم نوع معين من المواد يناسب شريحتهم بحيث ما يخلش بالجودة متاعي هنين معادلة ركز معاي انك انت تختار مواد وأدوات مناسبة للشغل وتطلع في فاليو محترم محترم مناسب للشريحة هذه من الناس بحيث ما يخلش بجودة الشغل والله هنين نبن نرقي الشغل أكتر والله هنين شغل الاندو هنين متأكد بالكمبزة هنين حيقض مالها يقل عن سبعة اثمانية سنوات ويهن نبن نخليه عشر سنوات مثلاً أولين نبن نسهل للمريض نطلع على حشوة جمالية أكثر يعني مرات الفاليو مش في العيشة بس مرات انت تب تطلع على حشوة جمالية أحلى تب تتخذ لكمبزة أحلى فالكمبزة الأحلى مثلاً هذا قيمته أعلى فالقيمته هذي بيتحملها لمريض لأنك انت عطيتها فاليو أعلى كل ما ركبت الفاليو أعلى كل ما زادت الكوست أكثر هذي من يتحملها يتحملها لمريض مثلاً نعطيك مثال تاني بيش الصورة تتضح أكثر المريض أو مستوى الوعي يختلف من منطقة لمنطقة يعني انت تنوى مثلاً تمشي لأي منطقة جميل في المنطقة مش هنسمي مناطق ولكن كل واحد يسلطها على المجتمع اللي هو فيه مثلاً تدير تركيبه من الكناير للكناير بورسلين فيوز التميتل حقها ميتين وخمسين والمريض يطلع يزغرط مش جوه مش عادي بكر صح ولا مصطح هذي قداش كالفاته مثلاً عشرة سنون كالفوه مثلاً نقول 2500 دينار تمام أو كانت الكوست باهي يجيك انت يا دكتور طهر العالم لأي سبب ما لأي سبب ما طاحت السنون هادم أو لاحد وانت تقول لها تكلفة والله خمس هلاف جنيه والله يقول لك انا درتها بمئتين وخمسين وكانت ما شاء الله علىها تقول لها انت درتها نوع معين من التركيبات هذيك كانت تناسبة انت في هذيك اللحظة لما تقول لها متاع الخمس هلاف انت مغلطش انت معاش تخدم بالبرسلين فيوز التميتل لكن الزبون هو كان يعني الزبون ما هوش زبونك ما هوش زبونك وله طعن في الدكتور الأولاني أبدا مجرد توافق ما بين الشريحة المستهدفة والدكتور الكوبيريتر يعني تأتي للمنطقة B المنطقة B نفس الدكتورة نفس الدكتورة المنطقة للمنطقة B لا يستطيع أن يخدم من الميتين وهم سين ليس لي هو استغلالي لأن المريض لا يرضى بالمستوى سن فيها شوية أباك وتحتها معدن وكذا لا يرضى بها يريد أجمل حاجة وأفضل حاجة وأحلى حاجة فأنت علي إذن اختلاف الشرائح اختلاف الشرائح سبب أساسي في اختلاف الأسعار صح اختلاف الأسعار مستوى الوعي بالحاجة أو مستوى اهتمام الزبون بها أو المريض بها يختلف يعني أنت لما الكومبزة التوامت على 500 زركون تمشي لواحد من السليبرات يقول لك لا لا ما هو نبي إيماكس نبي أفضل حاجة إذن الوعي يزاد الوعي يزاد فاليو أعلى فاليو أعلى معناها قيمة أعلى صح فأني أتمنى من كل الدكاترة والزملاء اللي يسمعوا فينا والزملاء ينخلوها حتى للناس العامة والمرضى إنه راهو مش كان لقيت سعر أغلى معناه هو استغلالي ولو إنك إنت لقيت سعر أقل معناه هو الخدمة ما تنفعش أبداً لازم تبحث على حيتيات الموضوع ولكن في بيس في بوتوم برايس لو أنت نقصت عليه صعب جداً جداً يعني مثلاً مثلاً لما أنت تدير كشف مجاني أنت مدائرة لي وجه الله أوكي ما فيش أي مشكلة أنا ما عنديش مشكلة إذا كانك أنت مدائرة لي وجه الله لكن لو أعرف أنا نبيك تعرف فقط تعرف أنك أنت لما درت كشف مجاني أنت دفعت من جيبك مالها يقل عن عشرة دينار على كل مريض خشلك أو كل ساعة خش فيها مريضين أو ثلاثة أو أربعة أنت دفعتهم من جيبك وحطيتهم لا تعتقد أبداً أنك أنت لو ما استهلكتش مواد معناها أنت ما دفعتش أنا قلت لك من البداية حتى ما خشلكش مريضة أنت تدفع أنت تدفع أنت تدفع صح فموضوع البرايسنج موضوع كبير جداً جداً يا دكتور الطهر أنا أحبت بطرق له لأنه فيه غموض كبير بالنسبة للدكاترة في الجانب هذا وأعتقد أن الأغلب الأغلب في السوق يسعروا بطريقة عشوائية وبناء عن السوق شوف نقولك إذا كانت طرحنا لطرق التسعير ما نحن نتحدث تتكلمنا عن حاجة بسيطة واللي هي الإططش النهائي فقط إذا كانت نحن نتحدث عن طرق التسعير طرق التسعير هذا موضوع ثاني لكن اللي ماشي معظم في السوق هو عبارة عن أنك تشوف المنافس سعر بكم وتسعر زين وهي هذه اللي ماشي فيه في الوعد وهي هذه أشهر طرق التسعير ولكن الطريقة هذه ماشية بناء على شنين؟ بناء على أن التكاليف متقاربة ومتساوية ويخدمه بنفس الجودة بنفس كل شيء لكن هل أنت تضمن أنت اللي هو اللي سعر الكومز بمئتين جنيه أنت هل هو هادي تكاليفك الحقيقية؟ هل هادي أنت تكاليفك؟ مراتك أليفك أقل مرات أكثر ما يناسبكش التسعير هذا لكن أنت لو ممكن لما تفتح العيادة ومتعرفش تسعر ممكن أنت تسعر بالمنافس لكن بعدين لازم تسعر على حسب كل شيء تدير تسعر بالمنافسة وبعدين تحسب أنت حتى خبرتك أوبريتور رايحة تيرا وتخش تخش تسألني كيف؟ نقول لك والله أنا دكتور قريت خمسة سنين في الكلية وبعدها قريت ثلاثة سنين ماجستير وثلاثة سنين دكتوراه اصرفت في خلال المادة في خلال الفترة هذه عشرين إلى ثلاثين ألف دينار مئة ألف دينار ما أيضا ما أصرفتهم من جيبي راحوا عليها؟ لا هزم يقول له غلط هذه حتى بينك وبين الله عز وجل إصراف وتبذير ما بيقول لك أنك أنت بتفيد بهم الناس يعني أنت خديت علم تبذله في مساعدة الناس وفي أنك تتوفر لهم خدمة قد يكون غيرك ما هيش متوفرة لهم من قبل صح تجيه أنت تقوله والله إصرفت مئة ألف ونين ناوي نخدم عشر سنين من سن الخمسة وعشرين إلى سن الخمسة وثلاثين من سن الثلاثين إلى سن الأربعين أتقسم القيمة هي التي إصرفتها خلال عشر سنين خدمة حتى تظهر أنك مفروض كل يوم كما يتتابع كإن تتابعين وإلهك PR متوفرة فقط نقول له كيف أصرفتها فقط لا ينخدم لست أربي أنا لم يهاح على ربح فقط نقوله الذي خدرت إليه من بوق عن طريق لازم إني ترد ليلو بديك هذا هو الذي خدرت إليه من بوق ترد ليلو بديك كل حياة تستمر كلمة جميلة إيه إيه حياة تستمر وتتطور إيه صح أما إذا كان إنت لو أحدثت خلل في هذه المنظومة راه الحياة رح يصير فيها مشكلة ومش هتستمر صح فأرجوك إنت لما تأخذ راه من حد إنت راه ما إنت مستغلتش أبدا بالعكس بستعلكش إنت راه أخذت من الغني وراه بتعطيه للفقير في النهاية عن طريق زكاة أو عن طريق صدقة لو أنت كنت استمرت استمرت مثلا في التخفيضات أو في الكشف المجاني أو إلى آخير يعني مش معترض على الكنسبة نفسه ولكن معترض فيما عليه ما بعده عليه ما بعده يعني أنا تول يوم يأتي كل يطلع لي من العيادة يدوه بيخلص إيجارة مثلا أو يخلص مصاريفة وضوي والله بيقولوا فيه كورس متاع كيف تستخدم سكانر أو كيف تصور معقولة ما نقدرش نخش له مش أنا كاني وفرت لأني خشيت له وفكيت لمريض وفت المريض وقريت كان الورن في بدايته وأنقضت حياته صح صح ولا مصح صح بالله ليه كاني لو ما خشيت شكور تصوير ودرت جانب الار ان دي اللي هو في حياتي وحطيته جانب أساسي وتعلمت كيف نقرأ التشخيص بشكل صحيح مش أنا أنقضت حيات مريض صح هذي هي الفاليو الحقيقية اللي تنعطى اللي يتفحل مريض والله المريض مش فارقة مع الاربعين والخمسين دينار في معظمه يعني قلت لك روى عشرة وخمسطاش المئة من الناس اللي يفرق معهم السعر رخيص أو رخيص ونصف أو غالي يعني نجوي في الأسعار اللي هي متقاربة روى عامة الناس لا تفرق معها بدليل أنك انت لو تمشي للعيادات اللي يقولوا عليها الناس غالية حتلقى مواعيد ها مسكرة شهر وشهر ونصف لقدام في ناس فعلا تدور في الباليو الحقيقية المريض هو اللي حضرتك حضرتك انت بطريقة ما موفرة لاش يعني ما ندويش عليه إمكانيات راهو مادية يوم شي هو صور في عيادة تالية وجاب لك الـ وكان عنده أميلو بلاستومة هنا في المندبل لأنك انت ما تعرفش تقرأ لأنك انت مطورتش روحك مطورتش روحك ما عرفتش تنقض المريضة هو اللي قدام تقولها رأوا عندك ورا مبرة بصورة على الطب بناحية ولا انقض روحك أو كذا طبعا بطريقة مش بالطريقة هذه الضروري في منجمة خاص تبي بودكاست ثاني على البيشت منجمت تمام لازم تقول انت هياك تشفت أنقضت حيات المريضة عن طريق ما من دراستك ومن تطويرك لنفسك صح انقضت حياته فهمتني مضبور ولا انت شفت في الكستري بلبوديك مثلا ولا السن عليها جرانيولومة كبيرة وكذا وبادية تتخلخل وتتحرك لو انك انت ما ما شفتش الموضوع هذا في الكستري وما عرفتش تقراه وراك مش حتقول عليه المريض وبيستمر بي وللأسف بيخسر بيخسر سنة ضريبة ضروري ما لها ضريبة الضريبة هذه تعيد بالفائدة على الجميع على الجميع من غير كل مستفيد الكل مستفيد اللي مقدم الخدمة واللي مستقبل الخدمة لو في حد في المعادلة شوف اي معادلة اي معادلة عشان تستمر وتكبر لازم تكون وان توا يعني يعني انا المريض احسب لاندو بيخمسمائة دينار ستمائة دينار أربعمائة دينار واتفر كانت الواحد لكن هو معاش عنده قلم معاش عنده قلم في سنونا يقدر يروح يكمل قرايته لو عنده امتيحان يقدر يشتغل بحوالية لو انه صاحب شغل ولكن لو انه لم يقدم خدمة حقيقية واتفع حتى اقل من القيمة هذه للأسف هو حتى في مجتمع معاش يقدر يقدر لو عنده غضو امتيحان وسنة ويجع فيه مقدرش يقرأ وبيسقط كلف الدولة رقم وكلف عيلتها رقم وكلف نفسها رقم وتأخر وقت هذا اكبر ضريبة مدفوعة مثلا نحكيك هذه معادلة بسيطة وفيما بعد ذلك اكبر الموضوع فالموضوع والله العظيم اكبر من بستات فيس او اكبر من سطرين او اكبر من بعض الناس للأسف تفتجه للموضوع ويهاب انا نشوف مسئولية علي ومسئولية على كل حد ان يصير الوعي بالموضوع هذا صح وعي مهم في جانب هذا مهم جدا جدا الصراحة قبل ما نخكم دكتور معتز نبيك تعطيني كلمتين كلمتين عن كل فئة فئة الطلبة اعطيهم نصيحة فئة الطلبة اول نصيحة ننصحة بها انك ما تعملش الكلية كأنها عبارة عن مرحلة تبي تنجح منها فقط بليز عاملها هي اساس العمل كأن العمل قدامك يعني انت لما شات شيتي الكونس وتقرأ اعتبر روحك انت تخدم فعلا في المريض لانه نين اللي لاحظ لما الناس طلبة لما يتخرجوا ويبدوا يخشوا للكورسات يقولوا والله ما اخدنا هذا كل في الكورية هو والله لكن الطلبة كانوا يعاملوا في الموضوع معاملة شيتات معاملة يعني نقرأ هو بش ننجح مش ان هذا مؤدي هو فعلا لسوق العمل فالموضوع هذا ضروري جدا جدا ما ينتبهون للطلبة يعني يعاملوا الكلية اللي يقرؤوا فيها مش معاملة سنة ونبي ننجح للسنة الثانية لا عاملة انك انت فعلا بدأت تخشيت لسوق العمل وهذه البيز الاساسية اللي انت حتنطلق منها ان شاء الله باذن الله هذه الفئة الاولى بالنسبة لفئة الماجستير اه سوري فئة الامتياز والاطباء الجدد الامتياز والاطباء الجدد شوف في نقص وشورتنس في السوق مع وفرة الدكاترة قولي كيف شن معناها الكلام هذا في دكاترة قبير هلبة واني صاحب عيادة لاني ببي دكتور كويس من القاس شن معناها لا في 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 فجوة ما بين العرض والطلب الفجوة هذي سببها ان الناس طلبة الكثير الامتياز مش قادرين يعرفوا العيادات والعيادات مش قادرة تعرف طلبة الامتياز فلذلك لازم انت كطالب امتياز تشتغل على حاجة اسمها بو دي اللي هي بوينت لازم انت تطلع بفاليو معينة بشغل معين ميزة تنافسية ميزة تنافسية تختلف بها عن الآخرين وتظهرها لازم تظهرها يعني انت تشتغل عليها وتظهرها تقول لي ما معنى ميزة تنافسية دكتور نقول لك مثلا مثلا حاليا الناس منفتحة الاسنان منفتحة على التعلم التعلم كيف التصميم الناس التوجيل جديد اشطر مننا هلبة رقميا يعني نعتبر نوعا ما يعني يعني مثلا يعرف برمجة على قل الأساسيات يعرف يستخدم اللابتوب كويس يعرف كذا فانت استغل هذا الموضوع حاليا الناس تقول ايه الدكتور ايه مثلا نصمم ابتسامة لا نعرف لو لقيت الدكتور من طلبة الامتياز يعرف يصمم ابتسامة يعرف يعرف يصور كويس يعرف مثلا يقرس كويس يعرف يدير كويس يتعلم عن طريق كورسات عن طريق حاول يدير ميزة مختلفة عن الآخرين عن التقليد من غير ما يختل بالتقليد أو من غير ما يخل به لكن لازم يدور على حاجة مثلا في قصور نقولك مثلا في سوق العمل في قصور في أطباء البيضو صح شوية أطباء البيضو المحترمين اللي يتعاملوا مع الأطفال يعني مثلا انت كما تطلع واحد زي الدكتور معتز الحاسي جيت تعد عليه إصابة على اليد الوحدة كما تعد زي الدكتور معتز مثلا فهمتني فأنت شوف الشورت منس هذا وين وحاول أنت تغطيه ولما تغطيه أظهر للناس باش الناس تشوفك صح باش الناس تشوفك يصير هنا التوافق ما بين العرض والطلب هو فيه عرض وفيه طلب يعني فيه عيادة تبي دكتور شوف النقص حتى شوف الطبيبات الطبيبات ديما نقول فرصة الفيميل عالية جدا لأن السوق ديما صيق فيه الدكتورات والله ميزة الدكتورات والله عندهم تجميل وفي الشغل عندهم في يديهم ربك حتى لما تشوف زمان الدكتور البنات تقاهم مشورات بالرسم كويس بالنحة كويس تقاهم ما شاء الله عليهم ولكن النتيجة لظروف معينة ما عرفوش يستغلوها قعدوا انسحبوا شوية من سوق العمل لكن شوف لو انت تلاحظ حاليا الدكتورات اللي يشتغلوا يعني عليهم طلب رهيب جدا جدا والأسف بالضبط العرض كبير فهمتني كيف طلب كبير طلب كبير لكن نحن لما نبو محا محصلوش فوالله الدكتورات راهوا فرصة ليهم جدا جدا انهم يستغلوا الموضوع هذا الدكتورة تشتغل تشتغل يروحها في الأطفال تشتغل يروحها في التجميل على التقويم تقويم يعني كيف دكتور التقويم فيه أغلب أغلب اللي يديره في التقويم نساء والطلب على النساء كبير بالذات يعني توم على التفتع والناس بدت يعني توعى بالجانب الديني أكثر ستجد فيه طلب بالاسم يعني يجي الزائري بدكتورة لبنته أو دكتورة لمارتة لا يريد دكتور مثلا فهمتني وهذا زايد وهلب واضح فالمفروض الدكتورات أنه حتى هما يستغلوا الموضوع هذا فأني الجوالب اللي نشوف قاصرة حاليا في طب الأسنان اللي هو موضوع الديجيتال موضوع الرقمي التقويم طب الأطفال أنا نتمنى من أن كاثرة الامتياز يركزوا على التخصصات هذه يركزوا على حتى هو نفس الشي حتى هو في كذا الطب الأسنان التجميلي راهه أنت اللي تشبح فيه في الفيسبوك أو في الواحد راه هذا نخبة النخبة لكن لما تجيب تعدهم رام أقل جدا الدكاثرة شوية حاول أنك تشتغل على المواضيع هذه حتى لو أندو اللي فيه هلبة ولكن لو أندو تشتغل عليه صحيح عليه عالي أصلا حتلقى فرصة كبيرة جدا جدا لأن أندو مثلا أندو نسمى فيها في علم التسويق عبارة عن مهنة التي هي مهنة للعصب والتكسب من علاج العصب حاجة أساسية لتوريد النقديين لأن أنت تقدر تفتع عيادة لا تخدم في فينير عادي وتقدر تفتع عيادة لا تتخل في صحيح صعب جدا صعب جدا هذه حاجة أساسية لو تميزت فيها ستجد فرصة كبيرة كبيرة جدا للشغل كتوري معتز طبعا الحديث معك لا يمل لكن مضطرين نختم الحلقة لأن طولة هلب الحلقة والناس لا يعرف في الساعتين يمكن يتفرجوا فنبوك تختم أن دكتور معتز بكلمات تختم لهم أول حاجة يا دكتور طهر بأن هنا عندي احتكاك كبير جدا جدا بالزملاء والأصدقاء في الوسط على طب الأسنان أول حاجة نبقي نعتذر من كل أو أنه مثلا تواصل معي أو كذا وني ما كنتش متجاوب معاه صدقا نرى الأمر غير مقصود أو أي حد يعتقد أنني أخطأت في حقه لهذا نعتذر منه هذه أولا ثاني حاجة أي حد من زميل من زملاء المهنة هذه اللي فعلا كنلها حب كبير ولممارسين نقول لهم أي حد يبي مني حاجة أو أني يعتقد حاجة من الإمكانيات البسيطة التي نعرفها أو أمتلكها أنا مستعد جدا جدا نساعدها بالعكس وبكل رحابة صدر وبكل رحابة صدر النطة الثالثة التي نبي نوجهها بالذات لأصحاب العيادات أنا حاليا تو استخدمت منظومة جديدة منظومة اسمها من مصر منظومة فوق الرائعة فوق الممتازة في إدارة العيادات وفي تسويقها يعني منظومة تلملك عيادتك من A to Z من كيف تسعر الخدمات طريقة تسعير الدوائد تعلمك كيف تسعر الخدمات بتاعك بطريقة سهلة كيف تدير موظفين فيها إدارة خاصة بالموظفين بتعينك كيف تحل البيانات الناس يجوك هل هم ناس جوك عن طريق حد هل هم ناس جوه عن طريق الفيسبوك هل هم ناس جوه عن طريق مثلا استنجرام مثلا أو تحل البيانات بشكل كامل ومفصل تحل البيانات الخدمات اللي أنت دخلتها أما هي المربح لك أكثر أما هي المفروض اللي كنت تشتغل عليها أكثر أما هي اللي دخل لك أرقام أكثر وين عندك قصور منظومة حسابية كاملة تطلع لقائمة الدخل أرباحك وخسائرك بضغط في التسويق أو الإدارة المنظومة هذه إن شاء الله بعون الله ستكملها لأن ننصح بها جميع جميع الزملاء منظومة احترافية وسعرها ممتاز ستفرق معكم جدا في الشغل اسمها أي حد من الدكاترة مهتم بالموضوع وأن ننصحهم أن يهتموا بالموضوع أن هم يتواصلوا معي وإن شاء الله سنوفرها لهم كلمة أخيرة نبي نوجهها لأهلي تحية لهم للوالد والوالدة رب يحفظهم رب يحفظهم إن شاء الله وأهلي كلهم ونبي نعتذر من زوجتي اللي نأخذ من وقتها هلبة وديما في الشغل نحب نعتذر منها ونسامحني على تقصير على تقصيري معها وبرك الله فيك يا دكتور طهر على تيحة هذه الفرصة شكرا لك دكتور معتز أن كنتم معنا اليوم حب نشكركم كلكم اللي بتتابعوا الحلقة ما تنسوش زي ما بيقولكم دكتور معتز شي ما ينسو ما تنسوش سبسكرايب إن شاء الله الحلقة معتز بنزلوها أول حلقة في الفيسبوك يعني لو أنت في الفيسبوك ترينينا فولو في الفيسبوك ولو في اليوتيوب تريني سبسكرايب إن شاء الله نشوفوكم في حلقات ثانية سلام السلام